ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله السابع والعشرين من مارس الفين وثلاثة وعشرين في اطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية الجريمة الشنعاء التي تورط فيها وهي بعد تورطه في جريمة تصفية رجل امن بالرحمة واضف البلغ انه طبقا للقانون فقد تم اخبار النيابة العامة المختصة واسرة السجين بهذه الواقعة وكانت عناصر المصلحة الولائية لشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرق الوطنية لشرطة القضائية والمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ثلاثة اشخاص في الساعة الاولى من صباح يوم الاربعاء 15 مارس الماضي وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة قتل العمد في اطار مشروع خطير والتي كان ضحيتها شرطي اثناء مزاولته لمهامه